عامر رجل أعبال سوري الأصل مقيم في البرازيل قرر تطبيق التكافل الاجتماعي لمساعدة رفاقه من المغتربين الهاربين فقام مع رفاقه من السوريين واللبنانيين المغتربين ومن خلال صفحته على الفيسبوك بإيجاد وظائف ومساكن لرفاقه اللاجئين لتكون صفحة تنسيقية الثورة السورية في البرازيل قبلة لهؤلاء الشباب من المهم جدا أن نعطي هؤلاء الشباب الحق بإقامة شرعية هنا فهم لا يتحدثون البرتغالية لا أقارب لهم ولا أصدقاء كيف سيتدبرون أمورهم؟ هل سينامون على قارعة الطريق؟ فالحكومة البرازيلية لا تقدم مساعدات كافية للسوريين إلا من خلال تقديم تأشيرات عمل لمعظم المتقدمين لكن هذا أقصى ما يمكنها القيام به عامر مصر على استخدام صفحته رغم تهديدات تطالبه بإغلاق الصفحة ورغم خوفه على سلامة أسرته إلا أنه يقول أن ما من شيء سيقفه الآن جهاد محمد واحد من السوريين ممن حلفهم الحظ بالنجاة بأهله من الظلم بعد أن تسبب القصف بتدمير منزله في حمص ومنذ وصوله لسان باولو يعمل الجهاد سائقا لأسرة سورية الأصل بالبرازيل مستفيدا من معرفته باللغة البرتغالية أشعر بالارتياح وأحمد ربي أنني وأبنائي على قيد الحياة فهم يأكلون الخبز والأرز ويشربون الحليب وهم سعداء وهذا هو المهم ولكن حين تحل مشكلتنا في سوريا والمسمى ببشار الأسد سأكون أول من يعود لوطني مع أبنائي من دمشق إلى سان باولو كمال ابن التاسعة عشر عاما رفض ذكر اسم عائلته خوفا على أهله في سوريا اضطر ككثير من السوريين للهروب تاركا دراسته الجامعية معلقة بعد تجمد الحياة الدراسية في سوريا واضطر للفرار خوفا من استدعاء الجيش لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية بس ان ضبطت أمور سوريا وسقط بشار الأسد وبلشت الدولة راح تعمار يعني ترجع سوريا مثل أول إن شاء الله بخير ساعتها من قرر بسلق ما بعد شو بدي يصير معي الأيام شو بدي تكتب لنا النظام السوري استهدف الشباب من الثوار وعامة الناس لإخماد الثورة ليصل عدد القتلى بحسب التقديرات إلى ثلاثين ألفا نصف السوريين يعيشون خارج بلادهم قبل الثورة ويزيد عددهم عن عشرين مليونا واثني عشر مليون شخص يعيشون في البرازيل من أصول عربية ويصل عدد السوريين من بينهم إلى نحو ثلاثة ملايين حتى اليوم